لا ينتج الفاشلون الا شيئا اسوأ اسوأ منهم اتحاد كورا فاشل رئيس اتحاد كورا بدون هوية ولا شكل ولا نعرف لأصله ولا هو ايه اساسا في الكورا عشان يمسك اتحاد الكورا المصري اكبر واقدم اتحاد كورا في افريقيا مش في كورا مالوش في الكورا خالص الا ان هو يعمل ويصلح لمشاكل نادي الزمالك وقائم كل الاقامة في الاتحاد عشان يصلح ويعدل لنادي الزمالك يجيب مدرب مالوش في الكورا الافريقية ويشتغل برضو ويصلح لنادي الزمالك وفي الاخر ما يعرفوش قيمة منتخب مصر اكبر نادي في افريقيا واكبر منتخب في افريقيا اكبر منتخب حصل على بطلات ويجيبوا واحد يفصل يفصل لعيبة منتخب مصر تفصيل عشان تفشل كان عندنا ياسر ابراهيم مخدوش كان عندنا حسين السيد مخدوش كان عندنا لعيبة كتير افضل من اللي موجودين هو ما اخدهمش ليه؟ عندا في النادي الاهلي النادي الاهلي اللي لعبته طول عمرها بتشيل فلنة منتخب مصر النادي الاهلي طول عمرها بتطلع رجالة فين الرجالة اللي كانت موجودة في المنتخب كل اللي كانوا متنقين متنقين نقاوة عند والعند ما يجيبش والعند والظلم وعدم الانصاب زي ما قال الكابتن خلبي يومي ما يجيبش الا النتيجة السيئة دي دلوقت المطلوب ان كل اتحاد القرى اللي موجود ده ده لو عندهم دم ده لو عندهم دم ماشي قاعدين يمصوا في دم البلد هو المدرب اللي جايبينه لو عندهم دم يستقيله لكن المفروض ان الدولة طقيل كل الاتحاد ده بالكامل ريوفوتوريا ياخد 13 شهور بتوقعه ويتكل حزم امام وكending كل اللي موجودين في اتحاد القرى كلهم يمشوا دول زريعة فشل من فشل لفشل لفشل الفشل بين في ادارة الدوري في ادارة القرى المصرية في ادارة المنتخب الناتج من القرى المصرية مفروض يكون المنتخب الناتج زي الزفت الناتج زي الطين شكلنا زي الزفت مش ده منتخب مصر لما اجي ابص على النتائج الاقي اتنين 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 واحد واحد ايه ده ما كسبتش ولا مطش في اربع مطوشة ولا مطش احمد حجازي احمد حجازي من اول البطولة وهو سيء في مطش الموزنبيك دخل فينا جن بسببه وامبارح الجن الاولاني من غير ما الولد يخش يدخل هدي كان بسببه وبرضو مصر ما ينزلش ياسر ابراهيم الاسرار ده اسرار عجيب اسرار عجيب ان انت مستمد من اللي مشغلك فشل نديه وبتحطه في المنتخب مفيش ابلغ مفيش ابلغ من الكلمة اللي قالها ميدو منظومة فازدة مصر تحتاج لصورة في كرة القدم منظومة كلها فازدة وكلمة فازدة معناها كبير وكبير وكبير قوي نجي لصاحب الفشل الاطبر الفشل الاطبر هو حازم امام هو اللي يشيل لها كلها ابتداء هو اللي بيقول لك الحمد لله وبلا فخر انا صاحب قرار التعاقد مع روي وفتوريا انت وهو في الملخية بيقول لك الانجاز الوحيد صاحب اشرف فروغ يقول لك الانجاز الوحيد لحق اول مشرف على المنتخب حازم امام وفتوريا هو التدخل لحل ازمة لشبونة للزمالك يبقى ده بنا ادم بيسوي شيء لمنتخب مصر واللي جاي لمصلحة منتخب الزمالك وقال الجمعة بيقول لك كان لابد مستمرار كروش مدربة لمنتخب مصر لمصلحة البلد لا اعتقد انها سيعود مرة اخرى لقد اخذ انطباع صيق جدا عن مصر اتحاد الكرب الكامل لابد ان يتغير لازم لو واحد محترم زي كروش مش هيغرف يعيش في وسط البيئة الفاسدة ديت ولو واحد محترم زي حسام حسن او كابتن حسن شحاتة عمره ما يعيش في بيئة فاسدة زي ديت كابتن حسن شحاتة بيقول له وزير الرياضة طلبه مرتين عشان يضرب منتخب مصر قال له حاضر ويقول لك هما ما رحوش ما رحوش ليه عشان حسن شحاتة بيقبض بالجنيه بيقول لك فتوريا اخرج ما عنده واي الجمع بيقول لك فتوريا اخرج ما عنده اللاعبين منتخب مصر بتاريخه لا يستحق كل هذا ولا بد من حسابة كل ما انشاركوا في هذه المهزلة طبعا اللي طالع منهم حازم امام والمسكي والمنتمين للنادي ده في اتحاد الكورة طالع واحد من نادي زمالك المتحدث الرسمي بيقول لك ده زنب عواد يعني المنتخب كله هو شمتان فيه عشان زنب جون مراحش من عندهم النادي الزمالك وهو كمان واخدين من عندهم جون ما بيلعبش فدي مصيبة سودة انا ما عاش عارف مين هيحاسب مين هيحاسب الناس دي وازاي يكون الحساب لان الحساب ما يفروض يكون مرير ما يتمررش مرور الكرام يعني احنا المنتخب اللي كان كله بيعمل له حساب اول من اول ما يحط رجليه في البطولة دلوقتي اي حد بيعدي يدخل فيها جوان الكونغو دي ما يكسب انتناش يعني بقى لقى عشر مترسان ما يكسب انتناش غير مطش واحد مطش واحد انا مش عارف الناس دي الناس دي ازاي ازاي بتنام وهي كرها مصر للدرجات دي ازاي بتنام وهي مبدية مصلحتها ومصلحت نديها للدرجات دي ازاي يهون عليهم منتخب مصر انه يكون بالسوء والدناء دي انا بصراحة يعني عندي كلام اسوء بكتير من الكلام دوت لكن انا ما بعرفش اتكلم وانا عصبي ومش هقدر اتكلم اكتر من كده فالسلام عليكم